السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا عن أخبار فلكية اللي هي انتقال الزهرة للعقرب يوم الاثنين 24 الثاني نوفمبر طبعا الزهرة كما هو معروف وذكرنا في الحلقات السابقة هو كوكب الحب والجمال كوكب العاطفة والحب والانسجام والمال والجاذبية والتفهم والميول الفني ولكن من سلبياته لما بيكون منتحس بيعطينا الغيرة وبيعطينا العنادة بالنسبة لكوكب الزهرة طبعا هو معروف عنه أنه دائما لما بدخل على برج بيعطيه طاقة إيجابية عالية جدا لأنه هو يعتبر كوكب سعد أو يعني مصغر عن المشتري ولكن لحركته السريعة بيعطي آثار سريعة على أي برج بيدخل فيه وعلى الأبراج المماثلة لإله بالصفات أو بالتكوين يعني هو بده ينتقل الآن من برج الميزان لبرج العقرب يوم الاثنين الساعة ستة وخمسين دقيقة مساء ورح يظل في حركة أمامية موجودة في برج العقرب لغاية يوم الجمعة تسعة وعشرين اتناش يعني لغاية الساعة ثمانية وثلاثة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج الفترة هاي رح يعطي طاقة عالية جدا وقدرة عالية جدا للأبراج أول شيء اللي هي المائية يعني بدي يعطي العقرب بدي يعطي السرطان بدي يعطي برج الحوت وبعدين الترابي اللي هم الثور والعذراء والجدي هذولا أكثر المستفيدين صحيح أنه الأبراج الثانية رح تستفيد ولكن مش بقوة الفوائد اللي رح ليستفيدوها هاي الأبراج أول شيء رح يطرأ تغيير إيجابي على مظهر موليد برج العقرب ورح يشعروا بقوة العاطفة وانجذاب أفراد من الجنس الآخر لإلهم بشكل قوي جدا الآن عشان إحنا نتأكد من هاي الصورة لازم أول شيء نعرف الزوايا الفلكية اللي رح يشكلها وبعدين مننتقل ومنشوف التأثير رح يكون لكل برج وإيش كل برج أو طالع رح يستفيد من هذا الموضوع بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية رح تتشكل يوم الثلاثاء يوم خمسة اتناعش وهي زاوية التثليث إيجابية رح تكون بين الزهرة وبين زحل هاي زاوية مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وتدعمها وتثبيتها وبيضمن لك إخلاص محبوبك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تتشكل يوم الأحد عشر اتناعش هاي الزاوية زاوية تقابل سلبية رح تكون بين الزهرة وبين المشتري بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك تخلق لدينا رغبات غريبة وبتسببنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصدقاتنا تدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل وهذا شيء ممكن يسببنا اضطرابات صحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم الخميس واحد عشرين اتناعش هاي الزاوية زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين أورانوس يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات برضو ممكن تخلق علاقات عاطفية ممكن تكون لها عواقب وخيمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية يوم الاثنين خمسة وعشرين اتناعش هاي الزاوية زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين نيبتون تضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا بتجعل يعني بتجلب لنا نوع من أنواع السعادة العاطفية والفنية الكبيرة وبتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية رح تكون يوم الجمعة تسعة وعشرين اتناعش هاي الزاوية زاوية تسديث ايجابية بين الزهرة وبين بلوتو تخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابا بحيث انها بتدعم وبتتعزز وبصير اتفاقية اكثر وبصير في تفاهم اكثر فاكثر وبتجلب لنا نوع من أنواع السعادة العاطفية الكبيرة وبتدخل لنا الانفعال في علاقاتنا الجنسية بالنسبة للأشخاص اللي بينولدوا وبتكون الزهرة موجودة عندهم بالعقرب اما ببرجهم او بطالعهم هذول الاشخاص بيكونوا رومانسيين متطرفين ما بيعرفوا الحل الوسط يعني يا عشق كامل وسيطرة كاملة بالحب تاعهم يا اما بينسحبوا بشكل مفاجئ من حياة اي شخص طيب خلينا ندخل الان على التوقعات نشوف ايش كل برج ايش رح يستفيد ايجابا شو الاشياء اللي رح يستفيد منها بالفترة القادمة فعشان هيك بدك تسمع برجك وتسمع طالعك وتعرف مين الاقوى بالتأثير عليك يعني البرج دائما هاي لانه في اشخاص كثير بيظلوا يسألوا طب انا اسمع برجي ولا طالعه وانوه بأثره دائما البرج بيحكي عن العالم كيف بيتعامل معك المفاجئات والمكاسب اللي بتيجي من بره اما بالنسبة لطالعك انت كيف بدك تتصرف يعني انت من دا انت اللي شو اللي بتبادر فيه وكيف طريقة المكاسب اللي بتحصل عليها برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا دخول الزهرة لبيت العقارات والارث والاموال المشتركة هذا الشيء بعطيه انه هاي الفترة فترة مناسبة للحصول على تعويضات مالية او المطالبات بترقيات على مستوى العمل او تحسين وضع اجتماعي او عملي برضو في مشروع كنت يعني ممكن بتفكر فيه او بدك تبدأ فيه من فترة قريبة هاي الفترة هي الفترة المناسبة لا تبدأ بجني ثماره او انك انت ممكن تحصل بعض المكاسب العالية جدا منه بما انه هو رح يكون ايضا في مكان قوي اللي هو البيت الثامن لا اليك فبامكانك الدخول في عمليات بيع او شراء او تبادل عقار او تغيير المسكن او تحسينه برضو ممتاز على مستوى الامور اللي تتعلق بالارث او مطالبات مالية او حلول مالية اما عاطفيا فبتميل الاجواء الحميمية لا القوة اكثر وبتعيش فترة من المشاعر الجياشة مع شريكك العاطفي وهاي الفترة المناسبة اللي بتساعدك بكثير من الامور لا تطوير لمرحلة قادمة او لا درجة اعلى بالعلاقة العاطفية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هنا بما انه رح يكون مقابلك تماما وهو في بيت الشراك المالية والعاطفية فالمعارضات والمعاكسات اللي كنت تعيشها بالفترة الماضية بالفترة هاي بتبلش تختفي وبتبلش يعني تصير اقل تأثيراتها عشان هيك بتحمل لك هاي الفترة اجواء حميمية دافئة بتخف حدة المواجهات العاطفية بتكون قادر على اظهار مشاعرك بكل وضوح وقادر على ادارة الحوار فيه اشخاص بحاول انهم يتقربوا منك بالفترة هاي وبتجد فيك شخص جذاب ومغري بتجد نفسك مهتم بمظهرك الخارجي وبتلقى اطراء يعني من قبل محيطك او من قبل الجنس الاخر ماليا بتتلقى مساعدة كبيرة من الجنس الاخر فمنهم اشخاص ممكن يعرض عليك مساعدة او دعم او الدخول في شراكة مالية استفيد ما امكن من العروض المقدمة لك هاي الفترة برضو اذا كان عندك اي امور قضائية بامكانك حلها بتتراضي في هاي الفترة وبتصير الامور لمصلحتك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتعيشوا فترة من الاجواء الدافئة في اجواء العمل يعني هي راح تركز على العمل وعلى الصحة اكثر وبتكون محاط بالكثير من الزملاء اللي بيظهروا مودتهم ورغبتهم في التواصل معاك وبرضو ممكن اذا كان في اي خلاف مع احد الزملاء بالعمل انك تسعى بهاي الفترة لحل الخلاف لانه يعني بيكون في قوة داعمة وطاقة ايجابية لمن حولك في هاي الفترة لسيما انه الطاقة العالية الموجودة هاي بتعزز طاقتك بشكل كبير وبحضورك بتكسر الروتين اللي بيطرع عليك فيما مضى لديك موعد مع الحب من وسطك العملي كثير من موليد برج الجوزاء ممكن يرطبته باشخاص بنفس وسطهم العملي فثم من يحاول برضو التقرب منك من الجنس الاخر بهدف اقامة علاقة حب او صداقة بعيد عن اجواء العمل الروتيني احذر من رغبتك الفائضة للأكل والانغماس في ملاذات الطعام لانه بالفترة هاي يعني عندك قابلية عالية جدا للسمنة والبدانة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الزهرة راح تكون موجودة في البيت الخامس لعلك بيت الحب بيت الغراميات بيت الأحبة يعني برج صديق لعلك بيقدم لك الكثير من الفرص الإيجابية بتنفتح أمامك الأبواب وبتلتقي بشخص بتعيش مع أوقات سعيدة ممكن تتطور هاي العلاقة لتصبح علاقة حب جارفة وممكن تتوج بالزواج أو بالارتباط الرسمي كل الأمور بتصير لمصلحتك الشخصية ممكن تصلك أموال غير محسوبة مثل نقل ملكية، هبات، هدايا، تكريمات عن طريق الزوج أو الزوجة استفيد من الطاقة المائية الإيجابية وحاول إنك تضع مخطط واضح لطبيعة علاقتك في هاي الفترة ممكن تكون مشوش في طبيعة علاقتك العاطفية بعض موليد برج السرطان، الإناث ممكن يصير عندهم حمل أو فرحة معينة أو ارتباط بالفترة هاي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد على الرغم من طبيعتك القيادية اللي بترفض الخطأ فهاي الفترة رح تكون فيها متسامح وودود وبتحاول إنك تحل الخلافات بطريقة هادئة ذات طابع محب لاسيما في إطار العلاقة العائلية أو إطار العائلة ممكن تتقرب من أفراد الأسرة وتحاول إشراكهم في تنظيم الأمور داخل المنزل هاي الفترة المناسبة لإدخال تعديلات أو تحسينات جمالية في المنزل مثل ديكور أو مشتريات أثاث جديد مثلا ممكن تهتم كثير بشراء التحف والأشياء الثمينة يمكنك الدخول في معاملات بيع وشراء بقوة في هذه الفترة وخصوصا الأمور التي تتعلق بالعقارات والشقق ممكن يجيك كثير من الأرباح المالية جراء ذلك عاطفيا فترة مناسبة لا تفرح بأحد أفراد الأسرة ممكن يكون في فرحة عائلية تظهر فجأة أو يصير حدث معين خطبة زواج أو جائزة أو ميلاد أو حضور شخص بعزة عليك وممكن تقدم كثير من التنازلات تتفرج عن الشخص اللي بتحبه بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا على الرغم من طبيعتك الاحترازية والمترددة أحيانا في التواصل والتعارف إلا أن هذا الشهر رح يكون أو هاي الفترة رح تكون مختلفة رح تكون محبل التواصل والاتصال مع الآخرين بتحاول الخروج من أجواء التوتر اللي مرت عليك بتجد أنه علاقاتك بإخوتك أخواتك بجيرانك في أفضل حالتها يمكنك حل أي مشكلة عالقة مع أي شخص التجار برضو عندهم كثير من الفرص الكبيرة للتبادل التجاري البيع الشراء بتنشط أيضا بالحركة التبادلية والحصول على أرباح كبيرة بتدعمك الزهرة للبدء بعلاقها عاطفية حقيقية في هاي الفترة وتدعم علاقاتك القائمة أو مصالحة مثلا وبتظهر معدنك الطيب برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا ما زالت الأجواء إيجابية اللي عشتها الفترة الماضية مستمرة على الرغم من وجود بعض المنغصات الصغيرة ولكن وجود الزهرة الآن في بيت المال بيعزز مركزك المالي بامتياز بيفتح أمامك الفرص الكبيرة لكسب المال وإتمام المعاملات المصرفية والدخول في سوق البورصة أو المغامرات المالية بقوة وفعالية بتكون نشيط متافاني في عملك ممكن تسترجع بعض المستحقات القديمة أو الديون المستعصية بتجد نفسك قادر على التخطيط الجيد لضبط ميزانيتك والبحث عن طرق مختلفة لكسب المال ولا سيما مساعدت ودعم أشخاص من الجنس الآخر عاطفيا يعني تمتلئ هاي الفترة بالكثير من المشاعر الفياضة تجاه من تحب وبتعمل جاهد لإرضاء الطرف الآخر لا تتراجع عن أي شيء بتفكر فيه خلال هاي الفترة أبدا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الآن يعني دخول الزهرة لبرجك بيعني أنك مقبل على فترة من الأجواء الحميمية الدافئة اللي بتجعل منك شخص ودود ومحب وذو مظهر جذاب ومرغوب من الجنس الآخر كثير من الأشخاص بيحاولوا التقرب منك والتودد لا إلك بتعزز علاقاتك بشريك العاطفي أكثر فأكثر ممكن يبدأ العازبون علاقة عاطفية جديدة ممكن تلتقي بأشخاص بتحبهم أو تقضي أوقات سعيدة برفقتهم إذا كنت صاحب موهبة ممكن تدعمها الزهرة بوجودها في برجك مدعومة من الحركة الفلكية كاملة وتظهر تقدم أيضا واضح فيها بتميل في هذه الفترة لكل ما له علاقة بالتجميل والتزيين والحب والمغامرات المالية حتى الأمور المالية يعني رح تمنحك كثير من الفرص الحقيقية لكسب المال ولسيما تلك التي تأتي بمساعدة أشخاص من الجنس الآخر حاول الاستفادة من هذه الأجواء الفلكية في التخفيف من توترك وإنفعلك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا وجود الزهرة في بيت المتاعب يعني رغبتك في التكتم أكثر في السرية في علاقاتك العاطفية ممكن تشهد هذه الفترة من النشاط العاطفي الكبير بعيد عن الآخرين ممكن تحظى بأوقات سعيدة وبيزعجك بعض التشهير من أشخاص من الجنس الآخر اللي ممكن شوي يصير فيه بعض التلميح لا إله باتجاهك هناك من يحاول التقرب منك بشكل واضح وممكن تلعب لعبة الصياد معه إذا كنت من أصحاب العلاقات المتوترة عاطفيا احذر من رغبة الشريك في السيطرة وفرض الرأي بالقوة لا تفكر في هذا الشهر من إعلان خطوبة أو زواج لأنه يعني فيه أشياء بالخفاء أو فيه مواضيع مخفية عنك ممكن تظهر بالأيام القادمة وهذا الشيء ممكن يثير غضبك أو انفعالك إذا أنت بلشت تكتشفه وخصوصا إذا كانت الزهرة موجودة في بيت متعبك فيه كثير من الفرص للتعاقد مع شركات أو مؤسسات مالية مهمة جدا عن طريق تعاقد غير معلن حاليا ممكن تجني ثماره الشهر القادم لما بتصير الزهرة موجودة عندك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا الاضطراب والتوتر وعدم الاستقرار اللي كنت تعاني منه في الفترة الماضية بيبدأ بالتلاشي لأنه الآن رح يكون في الزهرة في برج صديق لا إلك ودعم لا إلك إلو علاقة بالعلاقات الاجتماعية إلو علاقة بالأصدقاء فرح تجد نفسك مدفوع بقوة لتعزيز علاقاتك الاجتماعية وتقوية الروابط مع الآخرين من خلال قدرتك على التواصل وخصوصا مع الأصدقاء عندك فترة يعني لنهاية الشهر تقريبا على تحقيق الإنجازات وتحسين صورتك الاجتماعية في المحيط اللي انت بتعيش فيه ممكن تتلقى اعتذار من أحد الأشخاص اللي أساؤل إلك فيه أشخاص بيحاولوا التقرب منك في هاي الفترة ممكن تكون محط إعجاب لأن الأضوار رح تكون مسلطة عليك في أي مجال بتعمل فيه عاطفيا فيه أشياء بتلوح بالأفق القريب للبدء بعلاقة عاطفية كنت بتسعلى إلها من فترة بعيدة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا وجود الزهرة في بيت العمل والصحة بيفتح أمامك كثير من الفرص لتحقيق مشاريعك الخاصة وخصوصا أنه هذا أيضا بيت السمعة أو بيت الترقيات بيت العلاقات بالمسؤولين فعشان هيك بتقدر تظهر أفكارك البناء للعلن شهر من النشاط الحقيقي والعمل المتواصل وكثير من اللقاءات اللي رح تضع فيها النقاط على الحروف ثم إنجاز كبير في عملك أي كان نوعه بتزداد المسؤولية الملقاة على عاطقك في هاي الفترة ممكن تحس بالتعب والإرهاق من كثرة الإنشغال ولكنك قادر على تجاوز ذلك حاول أنك تخفف من توترك النفسي ابتعد عن المحاكمات الغير مسؤولة للآخرين صحيا هاي فترة مناسبة للعمليات الجراحية والتجميلية واتباع البرامج الغذائية المدروسة عاطفيا بتعيش حالي من الهدوء العاطفي نوعا ما واللي بيزداد كل ما حاولت حاولت إنك تفهم الطرف الآخر أكثر برضو على مستوى الترقية بالعمل ممكن ترقية أو أعمال جديد أو ينعرض عليك أعمال جديدة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا تعتبروا أنتم من المميزين خلال هاي الفترة فأحلام الكثير من موليد برج الحوت بالسفر البعيد والانتقال لعالم آخر يعني ممكن يجد صدى حقيقي في هاي الفترة كثير من الأشخاص بيسافروا بيصير لهم علاقات مع أشخاص خارج البلاد أو على مستوى الدراسة الجامعية بيصير تطور أو أخذ دورات يعني كل المجالات هاي راح تقع حتى العلاقات العاطفية مع أشخاص أجانب أو أشخاص من خارج البلاد بتكون أبواب السفر مفتوحة أمامك بقوة برضو إذا كان في شيء لعلاقة بالعمل أو الدراسة الأكاديمية العليا هاي فترة ممتازة كثير من الاتصالات الخارجية في هاي الفترة بتكون واضحة وممكن تتعرف على أشخاص غرباء عنك وهذا الشيء ممكن يدخل الفرح على قلبك ثم من يودع أشخاص مقربين أو أحبة في هاي الفترة بسبب السفر بتلتقي مساعدات من أشخاص بيقيموا في الخارج وممكن تكون ماديا أو معنويا في كثير من الفرص لعقد صفقة أو توقيع عقد ناجح الأشخاص اللي كانت عندهم أي دعوة قضائية يمكن الآن الدخول في حلها رسميا أو بالتراضي مثلا عاطفيا بتعيش فترة من الحميمية والدفة وبتشعر بقوة العاطفة اتجاه شريك العاطفة وبتكون له سند وعون وبرضو كثير من الأشخاص بيبدأوا بعلاقات عاطفية أو بيطوروا علاقات عاطفية مع أشخاص من خارج البلاد أو أجانب هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء